أعطيكم ورحمة الله وبركاته والله أعطيكم العافية يا رب ظل علينا آخر شيء من المواضيع تبعة وكان هو اللي رح نحكي عنهم إن شاء الله في محاضرة اليوم أول شيء لازم نعرفه في اللي اللي رح نحكي هاي المعلومة بعدين نتذكر هلأ لو في عنا هذا المركب اللي فيه كاربون القروب وهذا الكاربون القروب فيه جنبها ذرة كاربون عليها ثري أتشز هاي الكاربون اللي جنب الكاربون القروب ماذا كنا نسميها؟ مين تذكر المحاضرة الماضية؟ صح؟ نسميناها الألفة كاربون وحكينا إنه هاي الألفة كاربون وهي الكاربون اللي عطوه جنب الكاربون القروب ماذا لها؟ ماذا تعتبر؟ سمحت بعتذر منك حكينا أن هذه الكاربون جنب الكاربون الجروب أو الألفا كاربون ما تعتبر؟ أسدق، صح، لا تتحدث عن المحاضر الماضي، لو سمحت الكل يحضر المحاضرات ليس فقط تأتي على المحاضرة الوجهية لتحضر غياب محاضرة الأون لاين تسحب عليها كل يحضر المحاضرات الأون لاين لو لم يكن في وقتها على الأقل قبل أن تأتي المحاضرة الوجهية لأن كله مبني على بعض، تمام؟ أنا بهذا الحكي أكمل على حكي المحاضرة الماضية، محاضرة الجاية سأكمل على حكي المحاضرة اليوم فإذا أحضر المحاضرات متقطعة ستستصعب الموضوع فعشان نستفيد بشكل كامل، وما يروح حضورنا وتعبنا كله على الفاضي لو سمحت أن أخضر المحاضرات بشكل متسلسل، وهنا دائماً أسجل محاضرتي الأون لاين لو نت عندك ضعيف، لو عندك دوان بالجامعة، أو أي شيء يحضر من المخاضرة المسجلة لكن ضروري نحضر المحاضرة الـ Online قبل أن يأتي المحاضرة الوجهية بأيضاً هل هذه الألفا كاربون اللي جنب الكاربونل لو فقدت بروتون هذا اللي حكنا المحاضرة الماضية هذا البروتون راح فقدناه بس نفقد البروتون ماذا سيكون هناك علينا؟ سيكون هناك نيكاتف تشارج صح؟ طيب هل 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 هذه النيكاتف تشارج اللي تكونت على الألفا كاربون هل تعتبر ستيبل ولا مش ستيبل؟ لماذا لستستابيل؟ هل هي استيباليزة بطريقة ما أم لأيضا أخكي لكم شغلة التي تحدثها لنستيبال صراحة هل هي قليلات عمرها لم تكن ساستيبل ولكنها تحدثها استيباليزة فأنا لا يمكن أن أخكي أستيبل أو لم تكن ساستيبل هل هي استيباليزة ام لا تستيباليزة؟ لماذا استيباليزة؟ لماذا هناك ريزوننس أصلاً؟ لأن هناك حالة عارضة لديها نغذية أقل هي نغذية بل هي إلكترون بعدين لديه single bond وبعدين لديه هنا pi electrons وهذا سيتيح الـ movement تبعت هؤلاء pi electrons فهؤلاء pi electrons يقوم بإمكانك على الـ carbon والـ pi electrons الثانيين يظهروا على شكل negative charge على الـ oxygen وهذا يعطيني هذا الـ product RCO- ثم double bond فالـ negative charge على الـ alpha carbon يسمى الـ stabilization by resonance ماذا نسمي هذه الـ alpha carbon؟ بما أنها تفقد الـ proton وتكون negative charge هذه الـ negative charge وستكون الـ resonance نسميها الـ acid فالـ alpha carbon تبعت الـ carbonyl تعتبر الـ acidic carbon لماذا الـ acidic carbon؟ ماذا الـ acidic compounds؟ الـ acids هم الـ compounds اللي يفقدون الـ proton وبعد ما نفقد الـ proton تكون علينا الـ negative charge إذا كان الـ negative charge كانت stabilised by something معناته أنا أعتبر acidic compound وهذه الـ negative charge في هذه الحالة هي stabilised by resonance طيب، الآن هذا المركب الأول وهذا التفاعل الأول هذا التفاعل ما هو نوعه؟ أي نوع من الـ reactions هو هذا التفاعل؟ مركب وفقد الـ proton يتصرف كـ acid ما هو نوعه هذا الـ reaction؟ لا فقد الـ proton by acidity ليس by oxidation reduction الآن هنا فقدنا الـ proton وتكونت علينا negative charge يعني ليس أنه فقدنا الـ proton وفقدنا الإلكترون نستبعونا هذا كتبع oxidation reduction هنا فقدنا فقط الـ proton وظلت معنا الإلكترون فهذا ليس oxidation reduction هذا ماذا؟ هذا acid-base reaction صح؟ هنا أتحدث أن هذه الـ carbon acid فهذا acid-base reaction reaction لأن هذا المركب الذي يتصرف كـ acid وفقد الـ proton طيب نجعل هذا الـ reaction على جنب الذي هو acid-base reaction هذا لو لديه مركب ثاني بشبه المركب نوّل أو هو حتى نفسه R C O CH 3 لكن ما دخل في acid-base reaction حطناه مع الـ product تبع الـ reaction الأول ما سيحدث بين هؤلاء الثانيين؟ الآن هذا المركب الذي لونه أحمر ماذا له؟ ماذا هي المركبات التي موجودة فيه؟ ماذا له الـ carbon أي واحدة من الـ carbon لا يوجد 2 CH3 أو الـ carbon الثاني؟ دعوني أرسلهم X من مرتبط من مرتبط من مرتبط من مرتبط بـ electronegative أمس 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 هذه الكربونة التي تكون بالنص هذه مرتبطة بـ double bond مع الـ oxygen والـ oxygen أمس 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 لأن الألكترونات تبعونها مسحوبة إلى O إلا عليها بينما الكربونة هذه الثانية على اليمين هذه رابطة بـ carbon وثريا هيدروجين ليس هذا الفرق بالـ electronegativity فـ نوعاً ما أو ليس نوعاً ما هي actually more stable than carbon الذي بالنص حسناً هذا source of instability في هذا المركب اللون أحمر يجعل الكربونة بالنص ماذا تعتبر الكربونة التي عليها partial positive charge ماذا تريدها لكي تكون stable؟ كيف نجعل positive stabilize؟ نعطي إلكترون خلت الكربونة بالنص بحاجة إلى إلكترون ما نسميه؟ نسميه إلكتروفايل فهذه الكربونة تعتبر إلكتروفايل هذا المركب بالأحمر إذن لدي هذه الإلكتروفايل المركب بالأسود هذا asset-based reaction هذا ما له؟ الكربونة العكس عليها إلكترونات كيف تكون الكربونة stabilized بشيء ثاني غير نضيف ماذا؟ positive نيوكليس يعني لذلك الكربون تعتبر نيوكليفايل فهلا لو حطيت هؤلاء ماذا؟ سيكون عندي نيوكليفايل تقصد من الكربون إلى الكربون الإلكتروفايل فهذه تعتبر من الكربون على الكربون الإلكتروفايل وهذا سيعطيني الـ product الذي سأرسمه قدامي هذه R الـ product تابع الأسود أوصر الجزء من الـ product تابع الأسود C double bond O بعدين هنا لديه carbon وعليها 2 hydrogens وهذه البوند الجديدة التي لونها أزرق بعدين هنا لديه carbon الذي نعمل عليها nucleophilic attack رابطة CH3 وعام لـ double bond O وكما كان عليها X الآن هذا الـ intermediate الذي تكون هل هو stable أم لا؟ لماذا لا؟ لأن الـ carbon عام لـ 5 روابط هذه الحمرة الـ carbon الذي هنا عام لـ 5 روابط فهذا يجعل هذا الـ intermediate ليس stable كيف سيكون هذا الـ intermediate stable؟ يجب أن واحدة من هؤلاء الخمسة ماذا يحدث فيها؟ تنكسر صح؟ لأن الـ carbon تكون عام لـ 4 روابط وتكون stable مين فيهم تنكسر؟ الآن هذا يعتمد على الـ X إذا كانت عندي الـ X good living group هذه الـ X أخذت الإلكترونات وطلعت ساعتها مين ينكسر؟ ينكسر الرابطة بين الـ carbon وبين الـ X صح؟ وهذا يعطيني هذا الـ product RC double bond O C بعدين 2 hydrogens وهذه الرابطة التي تكونت بينهم والـ C double bond O CH3 لأنه X good living group إذا X لم يكن good living group ماذا يحدث؟ من كسر؟ مين؟ الـ pi صح؟ مين الأضعف؟ إذا لم تكن في عين the living groups؟ الـ pi دائما الـ pi هذه تنكسر تذهب إلى شكل negative charge على الـ O تأخذ فيها الـ Hydrogen الذي طلع من الـ Acidity نتذكر الـ Acid Base ونحن فقدنا Proton فالـ O تأخذ هذا الـ Proton وساعتها نحصل على هذا الـ Product R C double bond O ثم C 2 H وهذه البند الجديدة التي لديها أزرق يصبح هناك C مع X لأن X ليس good living group CH3 و O وهناك أيضا Hydrogen ماذا الاختلاف بين هذه الـ 2 types of products الـ Type الأول من الـ Product نلاحظ كان فيه عندي هون أو قبل ما أحدث عن الاختلاف بين هؤلاء الـ 2 types of products دعونا أذهب لأشياء بيسيك أكثر الآن هذا الـ Reaction كان بين مين ومين بين هذا المركب الذي لونه أحمر صح؟ هذا المركب الذي لونه أحمر كان فيه 2 Carbon Atoms والمركب الذي لونه أحمر نرى أنه عبارة عن إيش؟ أنه عبارة عن إلكتروفايل والمركب الثاني الآن اللونه أسود كان فيه 2 Carbon Atoms ثانين والمركب الآن اللونه أسود واحدة من هؤلاء Carbon Atoms 70 وهي عبارة عن إيش؟ هذه عبارة ليس عن إلكتروفايل هي عبارة عن نيوكلافايل هذا النوع من الـ Reaction سواء كان عندي Good Living Group أو ليس ننسى هذا الحكي قليلا سيعطيني هذا الـ Product فيه 2 Carbon هم تعاون الـ Compound الأحمر موجودين زي ما هم ونضاف عليهم 2 Carbon Atoms ثانين من الـ Compound الذي لونه أسود هذا اللي صار عندي بهذا الـ Reaction بالنهاية أنه هؤلاء 2 Carbon Atoms اللي لونهم أحمر نضاف عليهم 2 Carbon Atoms ثانين لونهم أسود لماذا نضافوا لأنه واحدة من الـ Carbon اللونها أحمر هي إلكتروفايل واحدة من الـ Carbon اللي لونها أسود هي بارعا نيوكلافايل عملت عليها نيوكلافايل التاك هذا اللي صار بالـ Reaction فعشان هيك هلأ الـ Compound اللون أحمر يطلق عليه إسم ثاني غير الإلكتروفايل ما نسميه؟ ممتاز مسميناه للـ Starter لأنه هو اللي بدأنا منه هاي هون كانت البداية بأنه عندي 2 Carbon Atoms الـ Compound اللي لونه أسود ما نسميه هذاك؟ نسميه الـ Extender غير اللي نيوكلافايل اللي أسمتني هو الـ Extender لماذا نسميه الـ Extender؟ لأنه عمل الـ Extension للمركب اللي لونه أحمر بمقدار 2 Carbon Atoms فالـ Starter هو اللي بدأنا منه هاي اللون أحمر اللي نيوكلافايل هذا هو الـ Starter لأنه كان البداية والأسود اللي عمل اللي نيوكلافايل Attack هذا نسميه الـ Extender لماذا؟ لأنه عمل Extension زي ما احنا شايفين هون بمقدار 2 Carbon Atoms تمام؟ واضح الفرق بين التسميات إذن في عندي Starter وفي عندي كمان Extender طيب هلأ شفنا هلأ لما تفاعلوا هدول Starter والـ Extender رحنا احنا في اتجاهين اعتماداً على الـ X هل هي Leaving Group ولا مش Leaving Group إذا الـ X كانت عندي Leaving Group أنا ضليت محافظ على الكاربونيل تبعة الـ Starter هاي الكاربونيل تبعة الـ Starter ضلت موجودة إضافة طبعاً للكاربونيل تبعة الـ Extender هذا في حالة كانت X عندي Good Leaving Group بينما إذا كانت X ليس Good Leaving Group الكاربونيل تبعة الـ Starter ما حدث فيها؟ ما حدث فيها هون كاربونيل تبعة الـ Starter تحولت لـ OH صح؟ شاهدنا كيف تحولت لـ OH لأنه انكسرت الـ O والـ O عملت أن يكلف لكاتاك على الـ Hydrogen اللي كانت طالع من acid-base reaction فتحولت لهون لكن الكاربونيل تبعة الـ Extender ضلت على شكل C double bond O هذا الـ Type من الـ Product اللي فيه الـ OH اللي فيه الـ O ماذا نسميه؟ ماذا نتذكر؟ هذا الـ Reaction ماذا نسميه؟ حتى نوع المحاضرة الدول من الدول تتوقع؟ من الاسم؟ ما معنى الدول؟ الدول ما علاقته أنه فيه OH الدول نسبة لـ LD من الـ Aldehyde و LD من الـ Alcool لا، ليس الـ Aldehyde هو كيتون لكن هذا الاسم أو هو كاربونيل الذي يشكل عام و LD نسبة لوجود الـ OH المركبات التي فيها الـ OH سنسميها الـ Dual Type Products تمام؟ بينما المركبات التي لا يوجدها OH التي فيها تنين كاربونيل ما نسميه؟ نسميهه Clasin Type Product على اسم العالم الذي اكتشف هذا التفاعل هم الـ Aldehyde والـ Clasin Reactions ما الفرق بين الـ Aldehyde والـ Clasin Reactions هم نفس الشيء بالضبط الفرق بأنه الـ Starter هل عنده جيدة عن المركبات أو غير اذا كان لديه جيدة عن المركبات فأنا أدخل بـ Clasin Reactions وإذا لم يكن لديه جيدة عن المركبات فأنا أدخل بـ Aldehyde بـ هذا هو الفرق بين الدول والـ Clasin Reactions واضح كل شيء لحد الآن الـ FDIB بين الـ Aldehyde التالع والإستندر. وأهم من هذا كله واضح أن الضالة والإكليزان هي إحدى حدثة إثنة. في الأول كان لديه أسد بالتباس ريأكشن صح؟ بعدين الضالة والإكليزان كانوا بالخطوة الثانية دائماً نظلم التذكرون هذا الأمر. الضالة والكليزان ريأكشن دائماً خطوتين. بالأول عندك أسد بالتباس والخطوة الثانية هي الضالة والإكليزان. فدائما عندك هذول الخطوتين نظل منذكرين هذا الاشي كثير منيح لأنه هلأ راح ينبنى عليه كثير أشياء هلأ أولى قدام كمان طيب هلأ نأخذ مثال ما فيش في اكس نأخذ مثال من الحياة الواقعية لو في عندي هذا المركب تفاعل مع المركب الذي لونه أحمر يوجد أيضاً SQA الآن هذول الثانيين لكي يتفاعلوا نحكينا بالخطوة الأولى ما يجب أن يصبح لدينا يجب أن يصبح لدينا Asset Based Reaction صحفة هذه يصبح لدينا Asset Based Reaction هنا على هذا الأسود وفقدنا بروتون يتكون علينا بروتون ويكون علينا بروتون كانت Stable By Resonance الآن ما سيحدث بين هذول الثانيين سيصبح نيكروفالك أتاك صح؟ هذا الأسود نيكروفايل هياً عليه إلكترون والأحمر هو عبارة عن إيش؟ إلكتروفايل لأن الكاربون تبعت عليها Partial Positive Charge لأن الإلكترونات تبعتها مسحوبة سيصبح عندي نيكروفالك أتاك من نيكروفايل على الإلكتروفايل حسناً ما سيصبح ستصفي الكاربون الحمراء للإلكتروفايل وعملها خمس روابط فيهم واحدة ستنكسر مين ستنكسر هنا؟ هلأ هنا عندي SQA بطل عندي X صار عندي شيء أنا عارف شو هو أنا عارف SQA SQA كيف شكلها؟ SQA شكلها زي هيك هذا المركب ننسى H هي تكون مرتبطة من هنا وعندي S وهذا كله هو الكو A ماذا وضع هذه SQA؟ هل تعتبر Good Living Group ولا لا تعتبر Good Living Group؟ لماذا Good Living Group؟ صح جوابكم لكن لماذا؟ لا أهمني أن نعرف الجواب الصح تحذير أهمني أن نفسر لماذا هذه Good Living Group؟ لماذا الذي يجعل Good Living Group Good Living Group؟ لماذا حكينا المحاضر الماضي أو قبلها؟ أنه يعمل Stabilization to negative charge هل هذا الشيء الذي يعمل Stabilization to negative charge أو لا؟ لماذا يعمل Stabilization to negative charge؟ لأنه مليء بالconjugated systems والالكترونيغative atoms صح أو لا؟ يعني يوجد عندي Sulfurs وNitrogens وأكسجن وفوسفرس وفي عندي كثيرا Conjugated systems ها هنا هذا Conjugated system هذا Conjugated system تحت Conjugated system هون Conjugated system على اليمين Conjugated system فهذا حقًا ليس Good Living Group هذا Excellent Living Group الـ SQA هي واحدة من أحسن اللي موجودة لأنها تعمل Stabilization to negative charge كثير منيح إذاً باي Resonance أو حتى كمان باي Induction لأنه كمان هي مليئة بالالكترونيغative atoms أو الـ Induction على الـ Resonance system حتى الـ Conjugated system سبعتها كلهم الكترونيغative atoms فيهم فالـ SQA هي Good Living Group خلينا نرجع للمثال هون هلأ شو رح يصير بما أنه عندي SQA لما تكون الكاربون عام لخمسة روابط مين فيهم تنكسر تبعت الـ SQA صح ما هي Living Group حكيت أنا الـ SQA فهذا سيعطيني هذا المركب الـ SQA بعد أن هون C دابل بند O وC two hydrogen atoms والبند الجديدة وهذه الكاربون اللي لون أحمر مع CH3 وبتطلع عندي الـ SQA كال Living Group زي ما حكينا طيب هلأ وجود الـ SQA في الـ product اللونه أحمر اللي هو الإلكتروفايل اللي إيش سميناه الإلكتروفايل تتذكروا سميناه لا هو اللي بدأنا منه صح هيا اللي بدأنا منه سميناه الـ starter وجود الـ SQA في الـ starter شو أثر على الـ LDL and the closing reactions شو أثر على الـ reaction وجود الـ SQA تخلي الـ reaction شو ما له بل الضبط خلي الـ reaction دائما بل الضبط إذن وجود الـ SQA في الـ starter شو بيأثر على الـ LDL and the closing reaction بيخليش في الـ LDL بيخليه دائما ضايح باتجاه لأن الـ SQA هي good leaving group فلما تشوف SQA في starter اعرف أنه أنت دائما ستدخل في الـ closing reaction خلص ما رح ندخل بالـ LDL دائما في closing فهذا هو تأثير وجود الـ SQA على الـ starter طيب هلأ أنا شايف المركب الأسود تبعي كمان عليه SQA والذي هو في هذه الحالة الـ extender صح؟ ما هو تأثير وجود الـ SQA على الـ extender؟ هلأ لو أتخيل أنه في عندي 2 extenders هاي الـ extender الأول في C double bond O CH3 وعندي عليه OH مثلا و extender ثاني C double bond O CH3 ولكن بدأ الـ OH عليه SQA الآن حكينا أنه في الدول and closing reaction عشان الـ reaction يمشي قلنا أن الـ reaction هو actual عبارة عن خطبتين صح؟ ما كانت الأولى؟ أصد base reaction لمين؟ لـ extender صح؟ فبالبداية أصلا هذا الـ extender لازم أنه يفقد proton proton من فيهم يفقد proton أسرع؟ من يفقد proton أسرع؟ من يفقد proton أسرع؟ من يفقد proton أسرع؟ من يكون reactant ماذا مجدد؟ أم مجدد؟ stable دائما نعرف أن الـ chemistry قبل أن نتحدث عن هذا الـ reaction دائما الـ chemistry هي phase of stability أنت دائما لكي تزيد reactivity بإتجاه ما تزيد stability أو تقلل stability في الـ reactance هذا هو الذي يزيد stability في الـ products أو الـ reactance تكون دائما هذه تقللها في حلقة كما يتحدثون من من هذه الـ reactance؟ ما الذي يعطيني مجدد مجدد أو أصلا تكون less stable كreactant صح أو لا؟ من من هذه الـ less stable كreactant؟ أين هي الـ stability في الموضوع؟ الـ stability من هنا 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 هذا الـ in-carbonds مجدد صح؟ لماذا وما هي جمالها الأكسجين cyknة على الأكسجين ولكن يوجد به الأكسجين وس Then have only bond أ! ما هي مختلفة مختلفة مع أكسجين أنت حني إجابة الأكسجين chairmanranian ومختلفة الهاتف إذا مقابلت أن ي gradually زيدها فهؤلاء الأكسجين ثم تنسبة أي وجود هذا تحت هل هناك ريزونانس أم لا يوجد ريزونانس؟ لا يوجد ريزونانس مثل O يوجد عليها أيضا 2 أميرات إليكترون واحد منهم سيكون داخل بالكونجوغيشن فهي باي الكترون بعدين عندي باي الكترون فهذا سيعطيني أيضا استبيلايزيشن باي ريزونانس سيزيد الستبيليتي تبعت هذا البرودكت ما الفرق بين O والسلفر؟ نتذكر من الجدول الدوري كيف كان ترتيب الذرات؟ نتذكر O كانت والسلفر موجودة مقارنة بالO تحتها على طول و كانت النايتروجين و كانت فيها الكاربون و كنت أريد ألف أمشي روه كامل لكي أتحرك من O للسلفر ما معناته الاختلاف الرئيسي بين O والسلفر؟ الاختلاف بالالكترونيجاتي هو من تحت لفوق ليس هذا الفرق الكبير الفرق الكبير باليكترونيجاتي من الشمال لليمين من تحت لفوق يس سيح فرق بس ليس فرق كمي كبير الفرق الرئيسي هو بالظبط حاليا أنت جدول الدوري كلما يذهب من الشمال لليمين بعد ان تنزل السطر لليمين من الشمال لليمين أنت عماله يزيد عندك الاتومك نمبر صح؟ وبالتالي زيادة الاتومك نمبر معناته زيادة زيادة الاتومك ويت الذي له علاقة بالظراء كلما كانت الذرة أثقل، كلما كانت size أكبر ما أعطي الفرق الرئيسي بين الأكسجن والسلفر هو في الحقيقة في الحقيقة لذلك هنا رسمت السلفر كبيرة كما ترون الآن في الحالتين يوجد موضوعات يوجد موضوعات الإلكترون بي resonان هذه الألكترونات تحركوا لكن هذه الألكترونات تحركوا بين الأوربيتل تبعون الأكسجن وتبعون الكاربون الفرق بالsize بين الأكسجن والكاربون كم من الملكة الأوربيت تبع الكاربون؟ من يعرف؟ لماذا ملكة الأوربيت؟ الرقم هذه الكاربون رقمها كم؟ 12 صح؟ والأكسجن والأكسجن 16 صريح 14 صحيح الفرق بينهم قليل صح أو لا؟ بينما السلفر، الفرق بينها وبين الكاربون ماهذا؟ كبير، أنا هنا مشيت رو كامل يعني الفرق بين الاثنين سيكون أكبر من 15 وليس فقط سأتحدث عن 2 أو 3 فبالتالي، الموفمت الفرق من السلفر للكاربون ماهذا؟ ستكون قليلا أصعب هلأ، كيف تتخيلوا الموضوع؟ تخيلوا أنه أنا الإلكترون تمام؟ وأتحرك من الأكسجن للكاربون كأنه عمالي بنزل درجة وبطلع درجة كنت على الأكسجن، نزلت على الكاربون بعدين أرجعت على الأكسجن، هناك بينهم اختلاف بالsize، لكن الاختلاف صغير فالالكترونات عادة تتحرك بشكل سهل لسبياً بينما السلفر، لا، السلفر حجمها كثير أكبر من حجم الأكسجن فالالكترونات عندما يتحركوا بين السلفر والكاربون ليس كأنه ينزل درجة وبطلع درجة لا، كأنه ينطط طابع كامل من فوق إلى تحت فالالكترونات تنطط طابع، نعم، يتحرك ولكن ما ستكون الحركة؟ ستكون بالضبط أبطأ وأصعب فمن من هؤلاء المورستابل؟ الذي يوجد ريزونانس بالأو أو ريزونانس بالأس؟ الذي يوجد ريزونانس بالأو، فهذا سيكون مورستابل، صح؟ هذا مورستابل، والتي تحت ليسستابل، فمن فيهم يكون موررياكتف؟ أبو السلفر، هذا هو موررياكتف، فهلأ وجود السلفر السلفر، أبو السلفر، ولكنها سلزة من السلفر، وビровد الجزء واحد وجود السلفر في الاستيابل، ما نwords reaction؟ تشغ spoilers، شغ mainly каким liknod樣 موررياكتف، هذه يتحدث عن eliased based reaction ليسستابل أ突然 درجة الـ skilled reaction يعطيél، خطوة الأولى أكثر من الاختبارات. صح؟ وهذا يجعل الدول عند نفسه يمشي بشكل أسرع. بينما وجود SQA في الستارتر، ما يعمل؟ أذكر فوق، ما يعمل وجود SQA في الستارتر؟ لم ننسينا؟ ما حلقناها. دعنا دائما ندخل في كليزن تايب بروتك لأن SQA Good Living Group. هذا هو أثر SQA. SQA على الستارتر هي SQA Good Living Group. عندما أجدها بالستارتر، معناته دائما سأدخل في كليزن تايب ريأكشن، كما نرى هنا. بينما أثر SQA على الستارتر، ما يعمل بالستارتر؟ خلته مرة أكتب، بالتالي هؤلاء يمشي بشكل أسرع. هذا هو الفرق بين الاثنين، واضح؟ أحد عنده سؤال؟ الآن نأتي إلى مقارنة ثانية بين مركبين، لو عندي هذا المركب الذي هو SQA. الذي كنت رأسه قبل قليل. وهو CH3. وعندي مركب ثاني يشبهه كثيرا. SQA. ولكن هنا بدأ لله الثالثة في عندي COOH. لم يتذكر ماذا كانت أسمائهم هؤلاء؟ قبل أن نتحدث عن الأسماء، نعود إلى الأسماء. من من هؤلاء هؤلاء أسدك؟ نحن نعود إلى الأسدك أن الألفة كاربون تبعتنا، ما يحدث فيها؟ نفق بروتون، فقدنا بروتون هنا، وهي فقدنا بروتون تحت. وهذه تكونت علينا نيكاتف تشارج هنا، وتكونت كمان نيكاتف تشارج تحت. من أسدك؟ من أسدك تبعته، ما هو بالها في البرودك؟ من أسدك؟ من أسدك؟ من أسدك تشارج من ريالك؟ لأنها جزء من المنسبة المنسبة لي. من أصبح psychological dividence، بعض أسدك عن كبيرuffed لعضبة بجزء أسدك وعضية بتطبيقات مينة. ولكن هذه المنسبة لكم بروتون في المنسبة لي. إلى أن تحت نفس الأشياء. ما هي النبيت المنسبة لي. وهناك لي من أسدك تشارجون. من أسدك أن يكون سورا مينة بجزء أسدك من أسدك. فمن في ان يمكن للطاقة النطاقة تكون مباشرة تشاهد من? أن الخاصة هو متاحدة. ماذا معنا له؟ البعض الذي يعتبر متاحدة يوجد مباشرة ومعنا له من أحسن يدخل في أفضل هاتفر الأنضاء هو كبه الأهواء. هو الذي تحت أو الذي فوق؟ الذي تحت أيضا. ما هو كل مكان أفضل أهوه كل مكان أحسن كبه. معنا له الذي تحت أحسن كبه الأهواء من الذي فوق. كل هذا ذهر كان يتكفي ماذا كانت أسمائهم aszما ما اسمت فيぶسماً卵 اسمه الاسيتايلا وأولا ما هو موجود بين دولائيا وهذا كبر wisdom وتمر بالتالي presi الهدف الذي عليها تكون مستابل الآن لو هذا الملونال كو A أريد أن أفعله مع ستارتر، دعونا نرى ما هو الاختلاف هنا عندي ستارتر C double bond O CH3 وعندي S كو A ما سيحدث عندما أضع هؤلاء الثانيين مع بعض؟ ما هو الاختلاف؟ ما هو وضع الالكترونات الموجودة فيه؟ الذي لم يدخل في الاسد بيس رياكشن؟ تبعته الكربونيل، تعتبر ماذا؟ الالكترو فنك، صح؟ لأن الالكترونات تبعتها مصعوبة عليها Partial Positive Charge، وضعها مع هذا الاكستندر الذي هو الملونال كو A، ما يعتبر بهذه الحالة؟ نيوكلو فايل، ليس على نيكاتف شارج، ليس على نيكاتف شارج فهو عبارة عن نيوكلو فايل، فما سيحدث عندي بين هؤلاء الثانيين؟ نيوكلو فايل أتاك من الكربون على مين؟ من الكربون النيوكلو فايل على الكربون الذي عليها Partial Positive، وهي الالكترو فايلك الموجودة تحت طيب، الآن بالملونال كو A، هذا الجزء العليمين من المركب C double bond O بعدين O OH، ما اسمها هذه الـ Functional Group؟ الـ Carbocytic acid صح؟ COOH، ها هي الـ Carbocytic acid هي الـ Functional Group هل تعتبر reactive أو stable؟ الـ Carbocytic acid Functional Group الـ C-O-O-H الـ Reactive أو Stable ماذا تبع الكاربوكسيليات الكاربوكسيليات سواء بينها تتصرف كأسد يعني نفقد بروتون ويتكون علينا negative charge وبعدين نعمل الـ Nucleafric Attacks بالـ negative charge تبعتنا أو أن الـ O-H تبعتنا تطلع ونعمل علينا نحن الـ Nucleafric Attacks تفاعلات الكاربوكسيليات مين تنقسم لهذه القسمين تفاعلاتها تعتمد على الـ Acidity تبعت الـ Functional Group وتفاعلاتها تعتمد على الـ Electrophilicity تبعت الكاربون الموجودة بهذا الـ Functional Group يعني overall هي تعتبر ما لها مش Stable ك Functional Group فهلأ هون في الـ Reactions الـ C-O-H عادة تحب أنها تتفاعل الآن بالـ Reaction هذا ما تفعلت الـ C-O-H صح هي ما تفعلت ما عملت الـ Nucleafric Attacks على الكاربون اللي تحت بس CO-H عادة إذا هي ما دخلت بشكل واضح بالـ Reaction تتفاعل مع نفسها يصبح عليها Rearrangement of Electrons وهذا الأشي راح نشوفه يتكرر كثير لأدام مش بس بالـ Melonyl Co-A تقريبا بمعظم الـ Reactions التي فيها CO-H لا تدخل فيهم الآن CO-H هاي الأكسجن تبعتها عليها Lone Pair of Electrons صح إذا ما دخلت بردي Action خلص أنا بدي ألعب لحالي بتصير تتفاعل مع نفسها فLone Pair of Electrons السبع الأكسجن بيصير هو يعمل نيكليف لك أتاك على هاي الكاربون اللي موجودة هون بعمل رابطة بين O وبين الكاربون هلأ بتصفي O كم رابطة عاملة هون كم رابطة بتصير عاملة خمسة صح فمين بتنكسر الرابطة بين الكاربون تبعت الكاربوكسيلات وبين الألفا كاربون تبعت موشياني خلص هاي بدي شيئا فبتطلع الألفا كاربون ويذهب عليها Negative Charge بسبب هؤلاء الإلكترونات هاي Negative Charge تأخذ فيها Hydrogen تبع الكاربوكسيلات فكيف سيطلع شكل Product بالنهاية خلينا نشوف هاي خلينا نحيها رح يكون هيك شكل Product تبعي Co A بعدين عندي Sulfur وC داب البون O وهي C عليها الhydrogen اللي كان عليها درجة من الhydrogen الثاني بالأخضر هاي الhydrogen بالأخضر هذا تبع الكاربوكسيلات وهي البون الجديدة اللي لونها أزرق بعدين المركب اللي لون أحمر لما هؤلاء التنين يتفاعلوا هل سأدخل في هؤلاء Reaction أم في Claesan Reaction Claesan صح لأنه عندي Leaving Group فهي C double bond O CH 3 من البيبروتكس اللي يطلعون من هذا الرياكشن Co A مع Sulfur ومن كمان C اللي عملت double bond مع O اللي على اليمين وهي أصلاً كانت عمل bond مع O اللي هو عبارة CO2 Carbon Dioclide إذن بالتفاعلات عادة عندما يكون في عندي Carboxylic Acid Functional Group بReaction وما تدخل هذه Carboxylic Acid Functional Group بالReaction ما يصل لها كثير من الأحيان تطلع على شكل ماذا؟ على شكل CO2 على شكل Carbon Dioclide هذا نسمي D-Carboxylation نحكي أن المركب يصبح D-Carboxylation خسر Carboxylic Acid Functional Group تبعته ليس فقط في الدول لاب أن ترى الرياكشن الأصلي تبعنا وجود Melonyl CoA هل أثر على Final Product أو لا أثر على Final Product تبعي الآن عندما كان مكون من 2 Carbon Atoms الذي شرحته بأول المخاضرة هذه Starter كان مكون من 2 Carbon Atoms تمام 2 Carbon Atoms وصلهم Extinction بمقدار 2 Carbon Atoms أعطاني Product كم ذرة كربون عندي 1 2 3 4 بس هون الاتفاعل كان Acetyl لأنه 2 Carbon Atoms وهو Acetyl تاني برضو في 2 Carbon Atoms تانيين فأسيطايل وأسيطايل أعطوني 2 زائل 2 يساوي 4 تحت ما كان عندي Acetyl وأسيطايل كان عندي Acetyl ومالونايل الآن الأسيطايل الذي تصرف ك Starter ظلوا 2 Carbon Atoms تبعونه هاي هم موجودين في Final Product هاي هدول 2 Carbon Atoms للأسيطايل الأسيطايل الأسيطايل مالونايل كو A كم ذرة Carbon موجودة في الأسيطايل ثلاثة صح هاي هذول الثانين وفي الثالثة تبعت Carboxyl Asset Functional Group هل عندما كان مالونايل كو A عمل موجودة بمقدار 3 Carbon Atoms لا أيضا عمل موجودة بمقدار كم موجودة موجودة والثالثة أسيطايل Dioxide معناته سواء كان عندي موجودة Acetyl كو A أو Melo كو A هل Final Product تبعي اختلف لا اختلف ضل نفسه صح سواء Acetyl كو A والثانين ضافوا فقط 2 Carbon Atoms وثانين عملوا موجودة بمقدار 2 Carbon Atoms لا اختلف عندي شيء ماذا الوحيد الذي اختلف بوجود Melo كو A الذي قلنا عنه Reactivity صح أو لا Melo Co A ليس Reactive من Acetyl لأن Acetyl الوحيد الذي اختلف في حالة وجود Melo Co A ك Extender هو فقط Reactivity لكن Reaction ليس أسرع ولكن Product تبع Reaction طلزيه سواء كان Melo Co A انا نفس product صح اثنين 2 Carbon و Extentation بمقدار 2 في الحالتين اللهم الوحيد الذي اختلف هو مين هو Reactivity معناته من أحسن يكون عندك Extender Melo Co A أو Acetyl Co A Melo صح لأن Melo تعطيني نفس product في فترة زمنية أقصر في وقت أسرع فالMelo Co وجودها ك Extender أحسن لأنها More Acetic لأن Negative Charged Stabilized من الجهتين فهذا يجعل Reaction يكون More Reactive تمام طيب هلأ هذا الفرق بين Melo وال Acetyl Actually Melo هي Acetyl Co A لكن مضيوف عليها Carbon Dioxide يعني Acetyl Co A يمكن أجسام نتحول ها إلى Melo Co بإضافة Carbon Dioxide عليها من Carbon Acetic اللي أصلا موجود في الدم تبعنا فهما التنين أصلا واحد تقريبا حتى Melo Nile أصلا كان Acetyl لكن Melo Nile Form تبعها تكون More Reactive هلأ شغلة أخيرة نريد أن نحكي عنها لون ما استخدمنا هلأ نرجع نرسم متحد لو عندي هذا المركب K-Extender K-A S بعدين عندي O وهذه Alpha Carbon عليها Hydrogen لكن بدال Hydrogen الثاني علينا R Group C O H وجود R Group ما سيؤثر على Reaction هلأ Melo Nile Q-A تفاعلت على أساس أنها H في الدول And Claesan تفاعلت على أساس أنها Extender صح لماذا تفاعلت أنها Extender لأنها فقدت Proton وبعد ما فقدنا Proton تكون علينا Negative Charge Stabilized By Resonance نقدر أن نعمل فيها Nucleophilic Attacks بعد ذلك فهلأ هذا Melo Nile Q-A لو فعلته مع Starter ثاني S-Q-A C-O-O CH-3 ما سيحدث بين هؤلاء الثانين هؤلاء Nucleophilic Attack من Negative Charge على Carbonyl Carbon تبعت Carbonyl S-Q-A سيطلع As a Leaving Group و سيعطي Product Product مثل ما رسمنا قبل قليلا CO-A ثاني Sulfur ثاني C O ثاني Carbonyl وعليها R وعليها Hydrogen التي أخذناها من COH لأن COH تكون طلعت أو Carbon Dioxide تكون طلعت وهذه البند الجديدة وعليها C O CH 3 وجود R في Melonyl هل أثر على Reactivity تبعت الرياكشن أو ما أثر على Reactivity الرياكشن ماذا عمل R هل تغير شيء الآن اللهم لو عندي R يعني لو عندي Sidechain في Extender هذا ماذا أعطاني في Product أعطاني Sidechain في Product صح وجود Sidechain في Extender سيعمل سيعطيك Sidechain كمان في Product في النهاية المركب الأصلي هو ذرة Carbon ونضاف عليه كم ذرة Carbon على Straightchain تبعته 2 أي شيء زيادة كلها ستكون أين الزيادة ستكون Sidechain فلو عندك Sidechain في Extender سيعطيك Sidechain في Final Product ولكن Final Product سيكون عندك 2 Carbon Atoms ونضاف عليه 2 Chain الأصلية تبعت Product سنحكي ما اسم هذا Product إذن وجود R سيعطي R في Sidechain في Final Product لو عندك Extender بدلا ما في R واحدة في 2 R يعني هون A بعدين Sulfur وهذه R 1 وهذه سأسميها R 2 عندك C O H لو عندي هذول 2 Sidechain في هذا المركب هل هذا المركب ممكن يتصرف كنucleofil في الدول and Claesan reactions لا صح لماذا لماذا لا يستطيع التصرف كنucleofil في الدول and Claesan reactions لأن Alpha Carbon تبعت و ما لها لن عليها Hydrogen تفقدها عشان المركب يتصرف ك الدول and Claesan reaction لازم ما يكون عليه لازم Alpha Carbon يكون عليها على الأقل Hydrogen واحدة Hydrogen واحدة تكفي لأن تفقدها ويتكون مكانها negative charge وتكون stabilized by resonance فبالتالي لدي مجال لكم sidechain في Maloney Co A عندي مجال فقط sidechain واحدة هذه sidechain الثانية لازم تكون موجودة لازم يكون في مكانها H فمعناته ما ستجد لديك product لديهم two sidechain لازم على الأكثر يكون عندك sidechain واحدة إذا كان في product في two sidechain ستمر علينا حالة أو حالتين بالمادة مثل هذه تكون sidechain الثانية ما مالها ساعتها في هذا الوقت ليس good living group تكون أصلية لن نحكي ليس من extender بعد ما تكون product دخلت عليه sidechain لكن ليس من ال dual and the reaction نظلم الذاكرين هذه الشغلة سنعود لها later on ولكن يمر علينا هذا النوع من product إذن معنا في مجال لأنه يكون عندي كم sidechain وقط sidechain واحدة أصلية حسنا هذا المركب الذي رسمناه هون دي أشو أرجع أرسل مرة ثانية تحت أسهلة بدلا من أن لدي CH3 C O وعلى هؤلاء كانوا مربطين بال البند الجديدة وهذه وعند C H H C O S Q A هذا كان product من الدول وهو مكوّب من starter وهذه starter وهي 2 carbon atoms ونعمل مقدار 2 carbon atoms لو هذا product نفسه تفاعل مع مالونيل QA ثاني سأرسمها باللون الأخضر S QA ثم C W bond O carbon عليها 2 hydrogen CO O H ما سيحدث بين هؤلاء اثنين المالونيل ستفقد هذا البروتون صح ويتكون علينا negative charge stabilized by resonance نعمل فيها nucleophilic تاك ما هاي هلا الCarbon هون اللي تبعت الاكستندر الأول مرتبطة بدبل bond مع O صح فهي بالتالي شو مالها شو في عليها عليها Partial Positive Charge صح ولا لا فاللي بيصير في عندي هون هو nucleophilic attack من الكربون هاي على الكربون اللي عليها Partial Positive Charge من الكربون النيو كلفلك على الكربون الالكترو في وبعد هاي مين سيطلع S كو A صح As a leaving group وهذا سيعطيني product الذي سأرسمه هلأ كو A ثم sulfur C double bond O C مع 2 hydrogen الhydrogen الذي يفوق الأصلي والhydrogen التي تحت الذي يأتي من CO H ثم رابطه ثم تعوون الجزء الأسود من المركب بعدين تبعون الجزء الأحمر هلأ شو صار عندي أنا كان عندي هذا الستاتر اللي لونه أحمر صح نعمله extension بالإكستندر الأول بمقدار 2 carbon atoms صح صار في عندي product عليه أربعة carbon atoms هلأ هذا الproduct اللي عليه أربعة carbon atoms تصرف ك starter صح أو لا صرف starter في cycle ثانية من الدول and glazen reaction فإن عمل عليه نيوكل attack من extender ثاني وصل extension بمقدار 2 carbon atoms لو عندي extender رابع ما سيعمل extender ثالث سرعي سيعمل نفس الأشي صح تخيل عندك extender ثالث سيعمل لك نيوكل attack هنا ويعمل extension بمقدار 2 carbon atoms في الدول and glazen reactions الدول and glazen reactions يتم من خلال cycles يعني يكون لدي starter مكون من 2 carbon atoms في cycle الأولى نضيف عليه 2 carbon atoms من extender الأول بعدين ندخله بcycle ثاني ثاني نضيف عليه 2 carbon atoms من extender الثاني بعدين إذا نريد أن ندخله بcycle ثالث ثاني نضيف عليه 2 carbon atoms من extender ثالث وهكذا هؤلاء تتمون من خلال cycles كل واحدة من هؤلاء cycles ما ينضاف عن المركب عماله ينضاف 2 carbon atoms هؤلاء 2 carbon atoms يسميها acetate unit لأن هؤلاء ممكن أن تكون مالونال but مالونال A نفسه مالونال acetate لأن أسميها acetate unit فكل سيكل عمالك تضيف acetate unit وهذا الذي يكون لي compound acetate pathway نسمي compound بها الطريقة compound acetate pathway ما يميز compound acetate pathway لأن نلاحظ هنا أكسجينات carbon بعدين non oxygen carbon اكسجينات carbon ثم non oxygen carbon ثم اكسجينات carbon وهكذا يوجد on off pattern of oxygenation بين كل two oxygen carbon يوجد واحدة non oxygen هذا الذي يميز compound acetate pathway سواء كان oxygen O O لأن there reaction أو حتى لو كان الدول سيكون O H still oxygen carbon وجود on oxygen pattern هو ميز compound 7 acetate pathway تمام آخر شيء سوف نتحدث عنه بالمحاضرة هنا هذا الذي كنا نتحدث cycle بدأنا من acetal co a start الأول عملنا extension between co a four carbon atoms four carbon atoms 1 2 3 4 هذا لو دخلنا في cycle ثاني سنضيف عليه 2 2 وهكذا ما نسمي product دول and declassion reaction ما هي functional group C bond O ثاني sulfur هناك شيء سؤال هناك شيء ماذا نسمي هذه functional group C B O ثاني sulfur الثيول الثيول بدون C B O نسمي الثيول لو عندك C bond O وجمبيها oxygen ما نسميها نسميها ester صح او لا طيب لو عندك C bond O وجمبيها sulfur ما نسميها ثيو ester اخذنا هذا الاسم سابقا في الكوغليز الذي نذكر C bond O جمبيها sulfur هاي منسميها ثيو ester والester العادي هو C bond O جمبيها oxygen هلأ لو كان عندي S co A أو في هاي الحالة S enzyme هون ACP هو SAP arm تبعت الانزيم لنحن تكون أحسن من COA وتخلي ال reaction مور reactive لو كان nucleophile فوجود S ACP ستبروه S COA سواء كان عندي S COA أو عندي OH هذا سيعطيني في النهاية اما ester او ثيو ester تمام خلق هاي الكربون تبعت هذا ester هاي الكربون الكربون اللي بعدي هاي شو بنسميها هون beta الكربون البيتا شو في عليها في عليها كاربون عليها كيتون عشان هاي هذا product بنسميه beta keto ester لان ester تبع هاي موجود سواء كان ester عادي او ester وال beta carbon تبعت في عليها كيتون فمنسمي beta keto ester او في هاي الحالة اللي تحت منسمي poly beta keto ester لما يكون في عندي اكثر من cycle لان هاي ester تبعت هذا عليها كيتون بعدين beta تبعت هذا عليها كيتون بعدين beta تبعت الثاني عليها كيتون وهكذا بنسميها poly beta keto ester او اختصارا بسموهم poly keto ester تمام فالproduct 7 الduol and klasen reaction اسمهم poly beta keto ester او poly oxygens وظلت عندي شكل carbonyls هذا يعطي aromatic poly ketides سيأخذ هم later on اذا صار عندي degrees مختلفة من reductions and removal of water هذا يعطي micro lights سنبدأ فيهم المحاضرة القادمة وإذا صار عندي 4 reduction هذا يعطي الفاتي acids التي اخذناهم ايام الكوكم المحاضرة تمام حال عند السؤال يعطيكم العفو 一定要 معلوم ايف اخذ اشتrig